اعتجرت عن قريب وشاركت بأكثر من مباريات خارج العراق مثلت البلد المنتخب الوطني بعدة محافل دولية اللعب بين جمهورك يعني دائما كنا تلعون للخارج لعبوا بدون جمهور لكن شيفرق عندك كلاعب وانت تلعب بين جمهورك والله احنا يعني كنا محرومين من لعب أراضنا وامام جمهورنا بس احنا كنا يعني جمهور عراقي تتعرف كان متواجد ويعني احنا يقول الجالية العراقية كانت متواجدة في كل المباريات كل المباريات اللي كلنا نلعبها خارج العراقية اشوف انتقلت متعطش حتى الجمهور اللي خارج العراق هو ايضا متعطش يشوف المنتخب يشوف مباريات المنتخب يعني احنا كنا لما نسافر حتى بالفندق يعني اعداد كثيفة من الجمهور يجي حتى يشوف ياخذ صور ويشوف اللاعبين يعني كان متواجد اكيد الجمهور كان يعني شوف احنا حتى اللاعبين عاطفيين يعني احنا من نشوف الجمهور يبطينا دافع جدا قوي بالمباراة بس هنشوف اكو نقطة هي ممكن تكون يعني نقطة ضغط داخل ملعبك شوف يعني داخل العراق الجمهور اللي داخل العراق يعيش تتعرف يعني شوف يعني يريدك يعني تفوز اكثر يعني هذا اللي بداخل العراق متعطش جدا يعني ممكن انت بالامارات او بقطر كانوا الجمهور يشوفونه دائما ويحضرون مباريات اللي بداخل العراق لا ما كانوا يشوفونه قليل فمن قلت لك ناتل بارضك وبين جمهورك يعني يكون يعني صح الى دافع قوي بنفس الوقت بيضغط انه لازم تفوز المباراة يعني الجمهور ما رح يقبل لا تتعادل ولا تخسر يريدك تفوز بالمباراة بغض النظر عن اذا كانت تودية وهذا اللي لاحظناه اليوم شوفنا يعني سمعنا الجمهور يهتف هسي يجي ثاني وهسي يجي ثاني يعني شوف الجمهور يعني يريد دائما المنتخب سوف تبذيت تحكي بمشاعر استذكر مشاعرك اكثر ضربت الجزاء باستراليا ضد ايران شين عنهاي ضد ايران تحديد نهاي مهيان متتكرر حياتي يعني هي ضربة حاسمة كانت المنتخب الايراني لعب المنتخب الايراني يضع عركة الجزاء فانا احتي لك يا انه ما بقى احنا طرد هم طرد لاعب فاستبعدوا امجد حتى يصير تكفة متساوية بين المنتخبين فكل اللاعبين المشاعر اللاعب الايراني بقينا انا و احمد ابراهيم و جلال فجلال بالمرمى التفتت لقيت احمد ابراهيم ساجد فعرفت ان الرسالة رح شوت رح شوت كثيرا انا ما عندي مانع صراحة يعني مساء عندي مانع انه انا بس انا يقول مو لازم انا اشوت يجيني الدور اروح اشوت عادي فواني ماشي قلت خلاص اتوكل على الله واروح رحت هناك جدت افكار كثيرا بباني يعني اول ما اجي والدي وقلت ما قاعد اشوف لما شافني وهاي هاي اللي صارت لما شافني اذا اتقدم على ركلة الجزاء عافل التلفزيون وراح ليش ما يتحمل لا لا مو يستذكر وانما هو خوفا من انه اضيع يعني انت يعني يريد لي الافضل هو اكيد فمن رحت ومباراة حاسمة وركلة جزاء حاسمة من شافني يقولاني خفت خفت يعني اذا ما عرف انه راح اسجل او لا فقلت احيب تعد عن التلفزيون وهذا اللي صار بعدها رحت قلت انه اذا ضيعت الجزاء هم مضيعين جزاء فعندنا امل ثاني هذا شوية يخلاني انه من اهدأ شوية وفكرت بالاحتفال فكرت يعني اشوف الطريق هذا الطريق قصير مو طويل بس انا كل هذا اني صارت بسرعة يعني فكرت بالاحتفال قلت انا اريد فد احتفال خاص به اجذب كل الانظار هذا سجل والله والحمد لله يعني احتفال كان غريب ما وارد انه دائما اللي يسجل ركلات حاسمة يروح يركض ويفتر الملعب انا ظليت خليت الكاميرات كلها تجعل والحمد لله يعني توفقت فكتت الذاكرة لهذه اللحظة من جمهورك ويستذكرها والدليل يعني وكان جمهور موجود هناك تقريبا يعني جمهور كبير جدا يعني من كل دول اوروبا قامت تجي لستراليا كان نص الملعب ملعب كامل فل يعني جمهور نص الملعب بالمنتخب الايراني ونص الملعب بالمنتخب العراقي طيب هو الوالد رجع شافه مرة ثانية بالعادة لا بعد كل يومين شوفوها هو الوالد والوالدة الحمد لله بالجميع ان شاء الله تشوف